مرحبا، كيف هم حبايب الحلوين؟ درسنا اليوم مادة العلوم الليل والنهار خلونا مع بعض نتعرف على المصطلحات الرئيسية لهذا الدرس الأرض، الشمس، الليل، النهار، درجة الحرارة الآن يا أول لاحظوا معي هذه الصورة هذه هي الشمس وهذا هو ضوء الشمس والآن هيا نتعرف أكثر على الشمس تعتبر الشمس نجم مضيء هي نجم وليست كوكب إذن الشمس نجم مضيء أيضا يا أول شكلها لاحظوا معي شكلها كروي إذن شكلها كروي كما تعلمنا في درس الأشكال ثلاثية الأبعاد فهذه الشمس ثلاثية الأبعاد وشكلها كروي أيضا هي مصدر رئيسي للحرارة والضوء والآن إذن هي نجم مضيء وشكلها كروي وأيضا مصدر رئيسي للحرارة والضوء وعندما تشرق الشمس يبدأ النهار إذن يبدأ النهار عندما تشرق الشمس والآن ما هي فوائد الشمس فكروا معي من فوائد الشمس إنها تمد النباتات بالطاقة فإذا قمنا بوضع النباتات في غرفة مظلمة فإنها ستذبل وتموت لذلك الشمس مهمة للنباتات ومفيدة جدا لها أيضا هي مفيدة للحيوانات وتحمي جلد الحيوانات من الحشرات وتمد الحيوانات بالطاقة أيضا لها فائدة أخرى أحسنتم إنها تمد جسم الإنسان بالطاقة وتحمينا من الأمراض وتمدنا أيضا بفيتامين دال المفيد جدا أحسنتم يا صغاري إذن من فوائد الشمس إنها تمد النباتات والإنسان والحيوانات بالطاقة أحسنتم جميعا والآن يا صغاري فكروا معي بالأعمال التي نقوم بها خلال النهار نذهب إلى المدرسة أحسنتم ونمارس الرياضة أحسنتم وألتقي بأصدقائي وألعب معهم أحسنتم أيضا أتناول وجبتي الإفطار والغداء أحسنتم وأحل واجباتي المدرسية ونقوم بأعمال التنظيف أحسنتم يا صغاري أيضا خلال النهار نؤدي صلاتي صلاة الظهر وصلاة العصر إذن نؤدي خلال النهار صلاة الظهر وصلاة العصر أحسنتم يا صغاري والآن يا صغاري شاهدوا معي هذه الصورة يوجد في هذه الصورة قمر ونجوم ويظهر القمر والنجوم في الليل إذن هذه الصورة تمثل صورة الليل أحسنتم لكن فكروا معي ما هي الأعمال التي نقوم بها خلال الليل نقوم بتناول وجبة العشاء أحسنتم أيضا مشاهدة التلفاز رائعين يا صغاري وأيضا أقوم بتنظيف أسناني بالفرشاة والمعجون رائعين يا صغاري أيضا تقرأ لنا ما ما القصة وبعد ذلك ننام إذن يا أول جميع هذه الأعمال نقوم بها خلال الليل وهكذا نكون قد ميزنا بين الأعمال التي نقوم بها خلال الليل وخلال النهار والآن يا صغاري سأعرض لكم مجموعة من الصور كل صورة نراها نقوم بتمييزها إذا كانت في وقت الليل أو كانت في وقت النهار لاحظوا معي هذه الصور هيا نبدأ تمثل هذه الصورة صورة الليل أحسنتم رائعين يا صغاري وهذه الصورة تمثل صورة النهار أحسنتم أيضا يا أول تمثل هذه الصورة فكروا معي صورة الليل رائعين أما هذه الصورة فهي أيضا تمثل صورة الليل رائعين يا أول وهذه الصورة تمثل صورة النهار أحسنتم أيضا هذه الصورة تمثل صورة النهار والآن يا صغاري قوموا بحل هذه الصفحة من كتاب التمارين بمساعدة ماما إلى اللقاء